السلام عليكم يواصل طلبة الطب بالمغرب مقاطعة الدراسة والتداريب في سياق سعيهم لتحقيق عدد من المطالب المستعجلة مما ينذر بسنة جامعية بيضاء في القطاع الحيوي دعوة عمداء كليات الطب للعودة الفورية إلى المدرجات من أجل استكمال الدراسة وإجراء الامتحانات لم تلقى صدا لدى الطلبة رغم تأكيدها أن البلاغ المشترك لوزارتي التعليم العالي والصحة استجاب لكافة المطالب التي رفعها مقاطع الدراسة والحديث هنا عن بلاغ السابع عشر من أبريل الماضي الذي تضمن ست عشرة نقطة تعالج القضايا الإشكالية التي أثارت الاحتجاجات وبينها مسألة فضاءات التدريب الاستشفائية وحصرها على طلبة الكليات العمومية ومعدات الأشغال التطبيقية وتنظيم المباريات والامتحان التأهلي ونقاط أخرى أما الطلبة الذين يخضون أسبوعهم السابع من الإضراب فيؤكدون عزمهم مواصلة مقاطعة الدراسة إلى حين تحقيق مطالبهم التي يشددون على أنها لم تتحقق بعد أهم تلك المطالب وقف إدماج طلبة الكليات الخاصة في المستشفيات العمومية وتوحيد نظام الدراسات الطبية في شقيها النظري وتطبيقي وإعداد نص قانوني وبدغجي واضح حول إجراء مبارتين الأطباء الداخليين والأطباء المقيمين كما يدعو الطلبة لتوضيحات بخصوص مسلكي طب العائلة والطب العام والتسريع بتنزيل مقتضيات النظام الجديد وفي شق تكوين يدعو الطلبة المحتجون إلى التعجيل بتجهيز وتفعيل مراكز المحاكاة الطبية وتهيئة فضاءات التدريب والرفع من عدد المكونين كما يرفض المضربون اعتماد الامتحان الوطني التأهلي والسنة السادسة أيضا بالنظر لعدم توفر شروطها العملية وفق التنسقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب وبينما تقول التنسقية إن طلباتها للاجتماع بوزارتين التعليم العالي والصحة لا تجد آذانا مصغية تقول الوزارتان إن بلاغهم المشترك السابق أجاب على جميع النقاط فيما يضيق الوقت أكثر أمام مساعي إنقاذ السنة الجامعية